أيها الموفق إن النظر في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم هي النظر في سنته صلى الله عليه وسلم ولا يوقع أحد النبي صلى الله عليه وسلم حق توقيره إلا إذا علم سنته لذلك أعظم الناس توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم وأعظم الناس استنانا به صلى الله عليه وآله وسلم وأعظم الناس محبة له هم الذين يعلمون سنته أصحاب النبي أهل الحديث هم أصحاب النبي وإن لم يصحبوه أنفاسه صحبه ولذلك كلما عني المرء بذكره صلى الله عليه وآله وسلم وبالصلاة عليه وبمعرفة حديثه سماعا وحفظا وفقها ونظر كلما كان أولى به عليه الصلاة والسلام ولذلك استدل بعض أهل العلم في الدلالة على هذا المعنى أن أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم من اتصف بهذين الأمرين لحديثين الحديث الأول حينما قال صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع استدل به سفيان بن سعيد على فضل المعنيين بالحديث وتعلمه والحديث الثاني عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أولى الناس قربا منه درجة يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة استدل الكناني وغيره على أن المعنيين بحديثه صلى الله عليه وسلم وقراءة سيرته الذين يكثرون من الصلاة والسلام عليه هم الذين يقصدون ويكونون أولى بالدخول في هذا الحديث ولذلك أيها الموفق إن كل ساعة تقضيها في قراءة سيرته صلى الله عليه وسلم الزكية والنظر في أخباره الطاهرة النقية فإنك تؤجر عليها ثم إنك إذا امتثلتها فإنك حينئذ تتحقق كمال الامتثال على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذا أيها الموفق فأكملوا الناس من امتثل سنته واتبع سنته وعني بهديه فاقتدى به لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة وهذا أمر الله عز وجل للمؤمنين ولذا فإن المؤمن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بصفاته فيكون رحيما ويأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بأفعاله فيقتدي بأفعاله صلى الله عليه وسلم ولذا أيها الموفق كان الذين يرحمون هم من أقرب الناس صفات به صلى الله عليه وسلم لما جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل صبيا نظر الأعرابي إليه وقال يا رسول الله إن لي عشرة من الولد لم أقبل أحدا منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن نزع الله الرحمة من قلبك أرأيت إن نزع الله الرحمة من قلبك قالها النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الذنب ولذا من عرف السنة معرفة اليقين بأن عرفها معرفة لفظ ومعرفة يقين باعتقاد بصحتها وجد الرحمة متصفة بقلبه شكرا